اشتركوا في القناة نحن نتحدث بعمل أنت ونحن نتحدث قبل متر ممتاز وصورة اي حاجة عندها مهاس وواليوم ونحن نتحدث عن النادي النهاردة نتحدث عن الستات يوجد في ماده هناك 3 ماده ماذا هذا؟ مرحباً. إنه عزيز. ما سيحدث إذا نترك عزيز في بعض الوقت؟ إنه تغيير إلى الواء أو تضع. ما سيحدث إذا نضع هذه عزيزة؟ إنه تغيير إلى الواء. يجب أن تغيير إلى الواء. لذلك، عزيز هو مضحة مضحة. عزيز هو مضحة مضحة. ما سيحدث إذا نترك عزيزة الواء لأخرى؟ إنه تغيير إلى الواء أو تغيير إلى الواء. الواء يأتي من الواء عندما تغيير إلى الواء. وهذا يسمى الواء المضحة المضحة المضحة. يبقى أنا عندي دلوقتي آيس، التلب، ده الصالد متر. لو سخنته هيبقى ووتر. الووتر دي لكود متر. ولو سخنت الووتر أكتر وأكتر هتكون ووتر فيبور. الووتر فيبور دي جازيس. ستيتوف متر. يبقى أنا عندي آيس، إذا صالد متر، وووتر إذا لكود متر، وووتر فيبور إذا جاز متر. المعرفة مكونات الوحيدة خودة مضحة أن ترى عرض Это جزل , غير ويةات. المنزل . لا تنسione ذلك. حجزة العمل Ship Group ما هيكثرة الأش tendency? هي فضل، مريق،색 تغيير، مصوت. هو مثل أيضا بلاطئ السلوة هو مثل أيضا بلاطئ وأن الدعام هو مثل أيضا بلاطئ حسنا! ما تهل الغرافين عن المثل المثلات؟ الأول ، الجزائر هذا هو استعماله ليزعل أن الجزائر بنفس الشيب وليس تجل اضافة مختلفة من الوضع من بعض الوضع مثل ماربل و بعد كده اضافة ماء في البيكر هنضع ماء في البيكر و هنعرف ان ذي هتكون V1 و بعد كده هنضع الماربل جوه البيكر و هنشوف ايلا يحصل هنلاقي ان مستوى الماء عالي لما نيجي نكرر الستاب ده ثاني هنلاقي ان solid have definite volume يبقى احنا الاول جبنا البيكر و حطينا فيه ماء و بعد كده حطينا الماربل لقينا ان level of water rises up ان ال level بتاع الماء عالي لما عالي حسبنا volume of solid لقينا ان من السلندر يعني لما جينا حطناه في السلندر او لما جينا حطناه في البيكر لقينا ان هو the same volume يبقى definite volume solids have definite volume او لما نيجي نبص هنا للموربل قبل ما نحطها في الفلاسكا او البيكر و جينا شرناه منها هنلاقي ان هي فيها كمان definite shape يبقى انا عندي solids have definite shape and definite volume solids have definite shapes and definite volumes okay liquid matter that is the second type that is the second type liquid matter like water like pepsi like juice oil and so on هنعمل برضو activity to prove that liquid has definite volume and in definite shape liquids have in definite shape and definite volumes هنعمل ايه put 100 ml of water in each of the shown containers هنجيب فلاسك و هنجيب بيكر و هنجيب slender 100 ml في كل واحدة فيهم هنلاقي ان الواتر تيكس لما جينا حطناها هنا شكلها خد شكل هنا خد شكل سلندر هنا خد شكل بيكر و هكذا يبقى انا عندي the volume of water doesn't change هيكون نفس الكمية هيكون نفس ال 100 ml but it has indefinite shape عندها اشكال مختلفة takes the shape of its container so liquids have definite volumes but they don't have definite shapes have indefinite shapes it takes the shape of its containers okay give reason milk is a liquid matter because it has indefinite shape and definite volume the third state of matter is gases matter gases matter like water vapor like oxygen nitrogen and so on activity to prove that gases matter have indefinite shapes and indefinite volumes so there are solid matter liquid and gases state this time test time solid liquid and gas state solid have excellent definite shape and definite volumes okay okay this matter has oil oil is a liquid matter liquid matter has this no liquids have indefinite shapes and definite volumes and definite volumes excellent this matter has the steam or the water vapor indefinite shapes and indefinite volumes excellent okay thank you and our lesson next lesson is change of matter there are changes of the state of matter condensation evaporation freezing and melting thank you you